بسم الله الرحمن الرحيم ومع حلقة جديدة من حلقات من سلسلة من صميم المنهج وموضوع اليوم التعاون مع الخيرين وإن اختلف الدين لقد كان ذلك منهجا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه يستهدف الخيرين ويبحث عن الخيرين ويتعاون مع الخيرين ويوظف الخيرين أهل العقول الراجحة أهل التأثير الواسع في قبائلهم أهل التأثير الواسع في مجتمعاتهم لذلك كان ينظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعمر بن هشام أبو جهل ويتمنى أحدهما أن يدخل الإسلام لما له من التأثير على قبيلته ولما له من التأثير على قومه فيقول اللهم أيد الإسلام بأحد العمرين كان النبي صلى الله عليه وسلم يستهدف هؤلاء الكبار من الخيرين ومن الطيبين ويتعاون معهم أحيانا حتى وإن بقوا على كفرهم فخزع قبيلة عربية عريقة فتعاون معها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت عينه على قريش كان يلجأ إليها أحيانا يطلب المدد ويطلب العون ويستعملها عيونا على أخبار قريش يستفيد من معلوماتها رغم أنهم كانوا في غالبهم مشركين إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم وجد فيهم هذا الخير الجزء فتعاون معهم كما أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عندما ضاقت عليهم الدنيا في مكة وكثرت تعذيب والألم بعثهم إلى النجاشي كان رجلاً مسيحياً ولكن كان رجلاً يقيم العدل دولته قائمة على العدل فقال لهم اذهبوا إلى الحبشة فإن بها ملكاً لا يظلم عنده أحد أراد الصحابة أن يستفيدوا من عدله وإن كانت دولةً مسيحية وعندما جاء من الطائف وأراد أن يدخل مكة أراد أن يستفيد من نظام الجوار وأرسل إلى المطعم بن علي وكان رجلاً عاقلاً وكان رجلاً حكيماً في قومه ويعرفه النبي صلى الله عليه وسلم منذ سنوات فأرسل إليه عبدالله بن أريقة شفيعاً يطلب منه أن يدخل في جواره وقبل المطعم بن علي أن يجير النبي صلى الله عليه وسلم وخرج في مكة وأعلن أن محمداً لا دخل في جواره ولا يجوز لأحد أن يمسه بأي أذن إذن هذا التأسيس للمنهج هو الذي يفتح مساحات التعاون نحن في الأصل لا نحارب ولا نعادي إلا من أذان في ديارنا ومن منعنا من ممارسة شعائرنا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم إن الله يحب المقصطين فالكفار في تصنيف الفقه كفار المحاربون والكفار المسالمون الكفار المحاربون هم الذين يعتدون علينا وسبب دفعهم وسبب عدوتهم وعدوانهم وظلمهم على أرضنا على أقواتنا على أرزاقنا على حدودنا على ديننا أما الكفار المسالمون فالروابط بيننا وبينه مستمرة والعلاقات جائزة ولا حرج وإقامة المعاهدات وإقامة الصلح وإقامة حتى التعاون لا حرج فيه لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقصطوا إليهم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستهدف هذه المساحة من الخير هذه المساحة من السلم هذه المساحة من الأمان ويحدث معها التعاون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمارس فقه المجاملة لكسب مساحة الخير في هؤلاء الأشخاص وهذه القبائل وهذه الدول كذلك عندما فتح مكة قال من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن من دخل أبي سفيان فهو آمن هو في الأصل قال ومن أغلق بابه فهو آمن هذه الإضافة منه صلى الله عليه وسلم ليعطي الشعور لأبي سفيان كشخص محوري في مكة بالإطمئنان ولأمثاله بأن الدين لا يستهدفكم أن هذا الدين جاء لصالح الجميع فمن كان كبيرا سيبقى كبيرا ومن كان جنرالا سيبقى جنرالا ومن كان عظيما سيبقى عظيما لا حرج المهم الإقبال على هدى الله سبحانه وتعالى وعندما كان يرسل رسائله إلى الأمم الأخرى كان يحتمد هذا الأسلوب أسلوب المجاملة كما يقول ابن حجر في الفتح من محمد رسول الله إلى هرق العظيم الروم من محمد رسول الله إلى كسر عظيم الفرص مع أن هرق الكافر وكسر كافر لكن ذلك التعظيم من باب المجاملة من باب المجاملة وهذا الأدب يأخذ به النبي صلى الله عليه وسلم تأليفا للقلوب وفتحا لجسور الحوار وفتحا للتواصل مع الخيرين ومع المؤثرين ومع من يملكون القرار حتى يحدث نوع من الوئام وتمر دعوته بسلام وقد كان النبي يقبل هدايا الحكام الكفار والأمراء الكفار لقد أهدى إليه المقوقس وأهدى إليه كثير من الأمر هدايا كما ثبت في الأحاديث الصحاح وقال النووي معلقا بأن ذلك يجوز قبول هدايا الكفار وذلك من باب الألفة والتأليف وفتح الجسور والتواصل وكان النبي صلى الله عليه وسلم مفتوح على هذه المساحة المهمة في التفكير أننا ننفتح على الخيرين والمؤثرين في القبائل وفي الدول ونحسن مخاطبتهم ونحسن التواصل معهم فإن ذلك من منهج الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته